تخيل تكون عايش حياتك يلا قد تقاتل ما عليك ما بيك تكتشف بالصدفة باللي دارك مزروعة بالكاميرات وركة تصور في الطوالات وفي بيد النعاس وحياتك على المباشرة مع المخابرات المغربية ماذا تدير ماذا تتاكل ماذا يقلقك ماذا يفرحك ماذا عيوبك ماذا تكشف على عورتك بجميع المقاييس كيفية كيفية فعالاتك ما هي الحاجة التي تدرك ما هي الحاجة التي لا تدرك ما هي الحاجة التي لا تريدها ما هي الحاجة التي تعجبك فعالاتك لتكتشف على مراتك وهو كيفية 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 كان عرف راسي كنت عرف لي أدق 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 التفاصيل ومن بدأ كان من بدأ كان نهار على نهار كان يعني هادش اللي كتشفته أنا كنت عايشة فيه قبل ولكن ما كنت عارفه فمن كتشفته ولا بالعلالي تشيلفون في الدار في الزنقاء فين كان نقلس فين كان نمشي معا من كان نقلس معا من كان نمشي معا من كان نضر معا من كان كيفاش نفعلاتي كيفاش يجي نهار كل شي هادشي يعني يستخدمه بواحد شكل بشيء ديمني وأنا اللي عمرني عمرني لكان عندي ميولات سياسية ولا عندي تفاعلات سياسية بكل الدنبي أنا كنت مجوجة راجل من جنسية فلسطينية كنت مجوجة راجل من جنسية فلسطينية جينا عشنا في المغرب هاد الراجل هاد الراجل كان تحت المراقب من بعد ما قلسنا عامين في المغرب هاد الراجل لقى عنده مشابش يجدد الهوية دياله لقى عنده مشكل ديال الشيك فمجدد من هذا الشيء اللي قال لي كان كان يخدم في الامارات لقى عنده مشكل ديال الشيك مطلب في شك فمجددوا لليه وتحفظوا عليه بدم ما مشحل مشكل ديال الشيك دياله أنا هو مشى وأنا بقيت بقيت تحت المجهر فردا فردا الدواعي أمنية لنفترض أن الدواعي أمنية مثلا يحطوا هاد الناس تحت المراقبة وش المراقبة كتدخل بيتناس وش المراقبة كتدخلتوا عليه وش المراقبة ها 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 ويقول لك مش عندك شي دالين مني المخابرات المغربية جدرت لي الكاميرات في داري ولو أنا صيرها تابعيني في الممشيدز كي يقولوا لي ذاك شي اللي كنديران في داري وشنو افترت يمتعمت كيف أشدر لكوغ ديالي ووا ووا ها 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 ها